أطلق خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يده الله اليوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر رجب من عام 1440 للهجرة أربعة مشروعات نوعية كبرى في مدينة الرياض تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال تشمل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء ومشروع المسار الرياضي ومشروع الرياض آرت أعراض الملك سلمان الحديقة الملك سلمان هو تكامل هذه محلو مبادة الملك سلمان هي تلوه تباعد توقيتم مطلق خدمة قاعدة فالديو يوالي لأخصار إن شاء الله تعتمتون برصور وثبتها في المتابعة مظلوق توقيتم مقبل سنisher وأخففت مفتلاس على الناس تكون إن شاء الله تطوية عادرة ترجمة نانسي قنقر 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 من إبداعات فنانين محليين وعالميين وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتباع ينماط صفحية في الحياة عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلو متر يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهوات والمحترفين واخرى للخيول بالإضافة إلى مسارات للمشاة ومراكز رياضية وثقافية وتأتي هذه المشاريع الأربعة في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة عشرين ثلاثين ومن المتوقع تسهم في إيجاد سبعين ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها بإجمالي استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسين مليار ريال تشمل مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وأخرى ترفيهية وتجارية